وقال الحديث عن خسارة الاتحاد في أولى مبارياته ينضم لمباشرة من جد الصحف الرياضي عمر الكاملي مساء الخير أبو هاشم مساء الله بالخير أخوي حازم مساء الخير لجميع عشاق ومتابعين MBC في أسبوع يا هلابك في غضب جماهيري كبير على مستويات الاتحاد هل هذا الغضب مبرر؟ أكيد مبرر الاتحاد كانوا ينتظرون جماهير الاتحاد الاتحاد مختلف تماما خاصة وإن العلة معروفة من الموسم الماضي العلة سواء في مهاجم صريح أو في تكتيك الفريق ولهذا تفاجأ العشاق الاتحاد بالهزيمة الأولى من الفيحة لأن المشكلة واضحة للعيان والشارع الرياضي الاتحاد كان فعلا في حاجة إلى مهاجم هداف بدلا من التعاقدات يمكن تعاقدوا مع كونغنرادو بخمسين مليون لكن الأولى أن يكون هناك مهاجم وبعد ذلك التعاقد مع كونغنرادو أو البقية الحاجة الفعلية والماسة للفريق بس تونا في بداية الدورية أبو هاشم يعني أكيد أنهم سيسجلوا دامهم تعاقدوا مع لاعب بحجم كورنادو بقيمته المالية لكن الفريق يحتاج صبر فيه ناس تقول الفريق يحتاج صبر لسه ما انتهى الدورية الدورية في بداية جماهير الاتحاد أعتادت على الإنجازات على البطولات على أن يكون الفريق شرس من بدايته العام الماضي كان الاتحاد وقبل العام الماضي في حالة أن أعتبرها سيئة جدا لكن العام الماضي كان الاتحاد مؤهل لكسب بطولة الدورية خاصة أن المبارات التي خسرها المبارات شبه سهلة إذا مع احترامي للفرق الأبهى وضمك والرائد والباطن الاتحاد لو فاز في ثلاث مبارات لكسب الدوري بسهولة جدا والخلل كان معروف وواضح للعيان إذن من باب أولا أن يكون هناك غضب في الشارع الاتحادي من نتيجة المبارات الأولى أمام الفيحاء ترجمة نانسي قنقر